شل رجلها ودلكها وامسكها عشان تحلبها شوي شوي فهمت؟ في المحيات الماعز القنبلة التي انفجرت في وجه السعودية واصابت شظاياها دول الخليج ولكن بعدما احدثه ذلك العمل من ضجة واثارة للرأي العام في المملكة العربية السعودية ماذا سيكون رد فعل المملكة على ذلك العمل؟ وخاصة هيئة الترفيه برئاسة المستشار تركي الالشيخ هل سيتم انتاج عمل سينمائي ضخم؟ فيلم جدا مهم حيكون مفاجئة يرد على ما صوره ذلك الفيلم عن السعوديين وذلك بالإساءة اليهم ام ان الامر سيرد عليه بقرارات من المملكة ترد على تلك الإساءة والتي شوهت صورتهم امام الرأي العام العالمي؟ اسمع الكلام والاكثر الهرج وهل ستكون تلك القرارات بشأن تنظيم امر الكفيل؟ ام بشأن الاجانب الوافدين الى الدولة؟ ام ان تلك القرارات ستكون مستهدفة للهنود فقط؟ فيلم حيات الماعز يروي قصة حدثت في مطلع تسعينيات القرن الماضي لرجل هندي كان يعاني من ضيق المعيشة في بلاده وعندما رأى احد اقاربه قد سافر الى السعودية طلب منه ان يأتي له بتأشيرة من السعودية آملا في عمل يحفظ له معيشة كريمة له ولأولاده ولما حصل على التأشيرة وقدم الى السعودية ولم يكن كفيله في استقباله كما كان يعتقد وقد استغل رجل ما فيه من موقف ومتاهة فخدعه وادعى انه كفيله الذي ينتظر ليأخذه ذلك الرجل من المطار ليسير به مسرعا الى طرقات السعودية ليجد الشاب نفسه في نهاية المطاف في صحراء قاحلة ليعيش فيها اقسى ايام حياته بين الماعز والرمال التي لا تحد نهايتها بنظر وليس فيها ماء ولا مطر ورغم ان ذلك الفيلم قد عرض في مارس الماضي اي قبل حوالي خمسة اشهر الا انه كان سببا في اتساع رقعة الجدل ومهاجمته من المملكة العربية السعودية ودول الخليج باكملها والذين وصفوه بالمتطرف ومنهم من وصفه بانه حملة ممنهجة ضدهم ومنهم من اوصل الامر الى انه عمل ممول يستهدف المملكة العربية السعودية وذلك لتشويه صورتها وقد قام مخري ذلك العمل بالرد على ما صدر حول ذلك العمل من ردود افعال وقد اكد انه لا صحة لمزاعم كثيرة ومنها ان ذلك العمل مدعوما وممولا في الوقت الذي شككت فيه الجمعية الوطنية لحقوق الانسان بالمملكة العربية السعودية في حسن النيات لذلك العمل مشيرة الى ان اهداف تقف خلف ذلك العمل ولكن هناك الكثير من الناس من اعتبر ان تلك القصة وما فيها من مواقف لرجل تعرض للخداع من رجل اخر فهي فردية ويجب ان لا تعمم فالامر قد يحدث في كل مكان في العالم وان ذلك الجدل الذي اثير لم يقم على صدق القصة من عدمه بل لما فيها من محاولة تعميم ان جميع من في المملكة او بلاد الخليج ممن يعملون بنظام الكفيل هم من يقومون بتلك المواقف مع كل من يعملون معهم باستمرار ولكننا اذا نظرنا الى زمن حدوث تلك القصة نجدها انها حدثت منذ حوالي واحد وثلاثين عاما وفي تلك المدة قد حدثت تغيرات جزرية للعالم حدثت تغيرات قانونية واجتماعية واقتصادية هائلة وان مصطلح الكفيل ذاته قد صدر حوله امر ملكي وقد تم توثيقه في كلمة للرياض امام اعضاء الامم المتحدة دمتم في رعاية الله وامنه وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته